السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثير من احبابنا يحاني من العوارض الشديدة والموانع والعكوسات العتيدة والنحس المنحوس حتى لو تبخر باللوبان والعنبري وعود الابانوس ولكن يقالوه اذا عرف السبب بطل العجب اليوم سأعطيكم فائدة من ذخائر الاجداد فانتبئ اليها وعرف قذرها فان كنت تعاني مما ذكرت من موانع وعوارض وعكوسات تحس بالدنيا كلها معكسة تحس بالدنيا كلها نحس امامك وستعلي هرب منك ولا يقترب منك اقول لك عليك بحجر الشب اليمني يكون وزنه على الاقل عشرة جرام يعني اخذ لك حجر شب يمني وزنه عشرة خمستاشر جرام ضع معه قليل من الفاسوخ الوسقي ان لم تجد الفاسوخ الوسقي خذ الفاسوخ الاسود العادي ان لم تجد الفاسوخ الاسود العادي ضع مع هذا الحجر من الشبح صلبان او صلبان نقوله في المغرب صلبان وضع معه ايضا معلقه من العرعار معلقة صغيرة ومعلقه من الفيجل وضع معه قليل من فاسخ الافعة فاسخ الافعة تلاقونا عند العطار قليل ليس كثير لا تضع افعة كاملة اضع شوية فقط اثنين سنتي فاجمع الجميع في سره اضعهم في ثوب يكون لونه اسود لا يكون لونه احمر ولا اخضر لونه يكون اسود احزموه وضعه تحت الوسادة التي تنام عليها وتركهم تحت هذه الوسادة لمدة سبعة ايام كاملة اهم شي تقوم به خلال هذه السبع ايام انك تغسل جسدك كل مرة عند صلاة المغرب كل يوم في طائرة السبع ايام لما تغسل جسدك تشلل بعد ذلك بماء سبق ووضع فيه ورق السدر يمكنك مثلا ان تأخذ اليوم خمسة لتر من الماء وتضع فيها عشرين ورقات من ورق السدر وتتركها هذه تغسل بها غدا ان شاء الله والتي سنقوم بها غدا نغسل بها بعد غد وهي على هذا نغاية منكم الاسبع ايام هذا الماء فقط نشلل به الجسم لا تقرأ في هذا الماء اي شيء فقط اضع فيه عشرين ورقة من ورق السدر ورق السدر وهي مهم جدا عند دخولك فراش اقرأ صورة الظحى احد عشر مرة لما تقرأها احد عشر مرة لك الساعة اتنام بإذن الله استمر على هذه الطريقة لمدة سبعة ايام في اليوم السابع في المساء عند الغروب عند غروب الشمس بخر بهذا البخور هذا البخور الذي كنا نضعه تحت الوساذة بخر به كامل جسدك فان هذه الطريقة غاية وما اقول لكم الا قم بما ذكرت كما سطرت بهذا الترتيب الذي ذكرته لك واخبرنا جميعا بالنتائج وما سيقع معك اهم امر هنا استحذر نياتك توكل على الله تعالى فهذا العمل سبب من اسباب الشفاء الروحي ساقه الله تعالى اليك ربما تسمع الفيديو فتبصره بقلبك وربما تسمع هذا الفيديو ولا يكون لك فيه نصيب ففهم قصدي احبابي في الله لكي لا اطيل عليكم اقول تقبلوا محبتي وتقديري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة